اشتركوا في القناة الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في صياق متابعة نتائج المباحثات الأخيرة التي تمت بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لباريس فضلا عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية وخلال استقباله وزير الخارجية الروسية سيرجي لابروف أكد رئيس السيسي دعم مصر لكل المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل حفاظ على الأمن والاستقرار الدولية وأقل المتحدث باسم لئاسة الجمهورية إن وزير الخارجية الروسية نقل رسالة للرئيس السيسي من الرئيس فلاديمير بوتين تضمنت الإعرابة عن التقدير والتحية إلى الرئيس السيسي كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والإعرابة عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية كما تضمنت الرسالة الإعرابة عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة التصال الوزرية في إطار جامعة الدول العربية سعيا لتسوية الأزمة الأوكرانية هذا وتبدأ في تونس اليوم الاثنين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديدة حيث يحق لنحو تسعة ملايين ناخب لإدلاء بأصواتهم من جانبها دعت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات في تونس الناخبين بالداخل والخارج البلاد إلى التأكد من مراكز الاقتراع المسجلين بها قبل التوجه إليها للتصويت على مشروع الدستور الجديدة كما أعلنت أن كل الأمور اللوجستية جاهزة لانطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد بالداخل يأتي هذا بينما يواصل التونسيون المقيمون بالخارج التصويت قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات في تونس فاروق أبو عسكر إن هناك ادعاءات بتغيير مراكز الاقتراع هدفها إرباك الاستفتاء على الدستور وخلال مؤتمر صحفي أكد أبو عسكر أن الهيئة لديها أدلة تثبت وجود هذه المحاولات دعيا الناخبين لتحمل المسئولية والتأكد من مراكز الاستفتاء المسجلين فيها كما دعاهم أيضا للمشاركة بكثافة في الاستفتاء قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا إن صواريخ روسية دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أدسة لتصدير الحبوب الأوكرانية أوضحت تازخروفا أن صواريخ كاليبر استهدفت زورقا عسكريا أوكرانيا بضربة عالية الدقة في ميناء أدسة وذلك ردا على بيان للرئيس الأوكرانية فلودمير زينسكي الذي قال إن هذه الضربات قوضت إمكان حوار أو تفاهم مع موسكو قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن التضخم مرتفع جدا والزيادات في أسعار الفائدة تساعد في كبح الأسعار وأشرت وزيرة الخزانة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يطباطئ لكن الركود ليس حتميا وضفت الوزيرة أن المسؤولين الروس ليس لهم إمكان أو مكان في اجتماع وزراء مالية ومحافظ البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين هذا الأسبوع في مدينة بالي الإندونيسية وذلك مع تنامي التأثير السلبية للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في جميع أنحاء العالم قال طبيب الرئيس الأمريكي إن صحة بايدن تحسنت بشكل كبير وإن الأعراض السائدة الآن هي التهاب الحلق أوضح طبيب الرئيس الأمريكي أن السعالة وألام الجسم تضاءلت بشكل كبير مشيرا إلى أن بايدن لا يعاني من أي ضيق في التنفس ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء